موسيقى حياكم الله مشاهدين وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة بغداد وبرنامج جولة مراسل جولتنا اليوم ستكون من داخل مقار وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اللي قررت عقد مؤتمرها الأمني لاستعراض نشاطاتها الأمنية خلال هذه الفترة وأيضا آخر التطورات اللي رح يتم تطبيقها على المدى القريب خليكم ويانا موسيقى ممكن هذه أول مرة يكون مؤتمر صاحفي في مقار هذه الوكالة الأمنية المهمة طبعا الغاية من عمل هذا المؤتمر أولا نريد أن نعرض كل نشاطات وكالة الاستخبارات والجهد الاستخباري للفترة الماضية خاصة الشهرين الماضية أيضا التطور الذي حصل في عمل الاستخبارات لم يأتي من فراغ اهتمام مباشر من قبل سيد رئيس الوزراء القادر عام للقوات المسلحة ودعم مباشر لكل الأجهزة الأمنية وخاصة الأجهزة الاستخبارية لأهمية المعلومة وأيضا الدعم مستمر من قبل سيد وزير الداخلية الأستاذ عثمان الغانمي لأنه يعرف أن الاستخبارات هي بصيرة القوات الأمنية يضاف إلى ذلك الجهد الميداني والخبرة الحقيقية الميدانية التحقيقية الشرطوية الأمنية لسيد الفريق أحمد أبو الغيف وكيل الاستخبارات وبالتالي كل هذه المعطيات أدت إلى أن تكون لدينا نتائج إيجابية منموسة على أرض الواقع واليوم نتشرف أن تكونون معنا حتى نستعرض هذه النشاطات والشهرين الماضية التي كانت من خلال وكالة الاستخبارات منها عمليات نوعية منها عمليات ضد الأرهاب ومنها عمليات أيضا الجريمة المنظمة وغيرها من التفاصيل بإذنه تعالى لحن نبدأ نستعرض طبعا في البداية أهم هذه النجازات وأكو أقراء الصيدي موجودة عندكم إن شاء الله رح تتوزع لي بيها كل المعلومات إضافة إلى الأفلام اللي تخص الضربات الجوية وغيرها لذلك يعني إن شاء الله حتكونوا مرجحة عندكم ما رح تلاقون بها صعوبة آخر شيء رح نختتمها به الأرقام أرقام معطيات إحصائية على عدد الموقع القبض عليهم على العمليات اللي قمنا بيها الفرقة التفتيش وغيرها والخط الساخن اللي ممكن أيضا الأخ عميد حسين اللي هو مدير الإعلام والعلاقات في الوكالة ويطلعكم على هذه النتائج خلينا نبدأ إن شاء الله وإياكم بأهم هذه العمليات النوعية طبعا كنا نذكر العملية اللي تخص فرق الموت في البصرة والمتابعة الاستخبارية والمعلومات وتقاطع المعلومات وطبعا أيضا خلينا نذكر أنه هناك دعم كبير جدا من مجلس القضاء الأعلى والجهد القضائي لولا جهد القضائي لم تكن هذه النتائج موجودة على أرض الواقع والمتابعة الميدانية لسيد الوكيل وضباطنا وكل يذكر فرق الموت طبعا النتائج اللي تحققت والملقى القبض عليهم النتائج كانت واضحة ولكن حملية التحقيق مستمرة وبإذنه تعالى أيضا فعال قريب العاجل سوف تكون لدينا أيضا معلومات أخرى عن ما تبقى من هذه العصابات طبعا إن شاء الله ستشوفون أيضا أن تعدكم بالسيديات الحوادث اللي اعترفوا عليها سواء القتل بالنسبة للمواطنين أو التهديد أو الاستهداف ومجمل هذه العمليات موجودة عندكم وحتى أيضا محاولة التعرض على القوات الأمنية رحمه الله كنا نتذكر يعني الإعلامين والناشطين وأيضا اللي كانوا ضحية هذه الفرق أيضا اعتداء على الضبار والمجموعة اللي تم القارقة وضع عليها وبالتالي أيضا هناك فثماظتكم بنشاط مستمر بإذنه تعالى الشيء الثاني نذكر الحزن الشديد اللي أصابنا في موضوع ساحة الطيران واستهداف المواطنين والشهداء اللي كانوا لذلك دأبت وكاة الاستخبارات بجهد استخباري معلوماتي دقيق ووظفت فيه كل الإمكانيات للوصول إلى من كانوا وراء هذا الاستهداف للمواطنين في ساحة الطيران وبالفعل يعني هذه العملية وأيمن تنقسم لكم اللحظة وشاهدوا في حينها العملية الآن سنقدركم تفاصيل أكثر عن قتل طبعاً الإرهابي أبو حسن الغريباوي اللي طبعاً كان يجنى المنصب المعسكة لقاطع الجنوب اللي أشرف على العملية الإرهابية والضربة الجوية والتنسيق طبعاً يعني بالنتيجة يجب أن نذكر أن هناك جود كبير ودعم كبير من قيالة العمليات المشتركة اللي تعطينا بالتأكيد التنسيق والغطاء الجوي والدعم اللوجستي وقيالة العمليات المشتركة لها دور كبير في ذلك وأيضاً نحيل أخي الفريق عبد الأمير الشمالي والضربة لكات من خلال أيضاً التحالف الدولي طائران التحالف الدولي طبعاً المتابعة كانت دقيقة ونقول لساعات وأيام حتى تم استهدافهم وبالتالي القضاء على هذه الزمرة الأرهابية إن شاء الله أيضاً ستكون كل التفاصيل هذه موجودة عدكم هذه ممكن نعلن عنها اليوم هي أيضاً عملية نوعية في محافظة إديالة وهذا النشاط لوقات الاستخبارات في محافظة إديالة والكل يعرف أنه هناك من يحاول أن يزعزع الأمن وداعش تحاول أن يكون لها عملية هنا أو هناك لأجل إثارة الرأي العام أو إثارة بعض التفاصيل كان لدينا عملية مهمة على المجمعات الرهابية في هذه المنطقة ونتكلم عن منزلي بلد روز وخانقين طبعاً المعلومة التي وصلت إلى جهد الاستخباري ومن ثم تم متابعتها وتحليل المعلومة وتم تشكيل فريق عمل براسة سيد وكيل الاستخبارات وتم وضع خطة محكمة لغرض متابعة عناصر الرهابية التي خططت وسهلت تنفيذ الحوادث السابقة ومن خلال جمع مقاطعة عن هذه المعلومات استطعنا القبض على خمسة من عناصر داعش الرهابي اتباعاً واعترفوا خلال تحقيق بعملهم ضمن أحد المفارز الرهابية واعترفوا بوجود وكل بداخل الرهابي ساعد الدلة الذي استطعنا من القار قبض عليه ومحاصرته وتم اطلاق النار عليه طبعاً قبل عملية القار قبض يعني انه تم فجر نفسه وتم قتله وانه كان بالنتيجة لحزام ناسف طبعاً القيادات الموجودة على الداشة الرهابية وما تسمى قياداتهم دائماً ما يكون عندهم أحزمة ناسفة ويرتدوها على طول الخط وشيء الثاني هما ايضاً تحضير بالنسبة للانتحاريين طبعاً مثلاً ما تلاحظون الانتحاريين وفجر نفسه اثنان عملية القتل والعصابة الارهابية اللي كانت مع الخمسة ايضاً مديرة استقبارات الشرطة الاتحادية وممارسة امنية مقبل وحدة استقباط الفوج الثالثة الدواء الأول بشرطة اتحادية ضمن منطقة المشتل ونحن ننتقل من الجهد اللي ضد الارهاب الى قضية المقدرات المشكلة اللي اليوم الكل نعترف انها مشكلة حقيقية وانه جميع يجب ان نشترك فيها وزاعة الداخلية تبذل جهود كبيرة جداً في قضية مكافحة المقدرات وهناك عمل دقوب لمديري العام من مكافحة المقدرات والمؤثرات العقلية وايضاً دعم مستمع قبل السيد وزير الداخلية لهذا الموضوع وعملنا اليوم ليس فقط داخل وانه حتى خارج بالتنسيق مع كل الدول المعنية في هذا الموضوع باعتبار ان المشكلة هي مشكلة تخصي الجميع وكذلك الحال هي من الجرائم العابرة للحدود هنا ايضاً عندنا ضبط الاسلحة ومستمر عملية ضبط الاسلحة وفي ملاطق مختلفة من بغداد وايضاً بناء على معلومات استخبارية كذلك الحال هنا يمكن ان نستثمر الوقت ونعرض لكم بعض التفاصيل المتهمين ايضاً هنا نرجع على قضية الابتزاز يعني هناك جرائم جنائية باعتبار الوكالة انشطتها متنوعية لست فقط في مجال مكافحة على الارهاب وانه حتى الجريمة المنظمة والمخدرات والتنسيق مع باقي وتشكيلاتها الامنية ما يخص العمل وما يخص العملة المزورة وكما ترون الاثار ولدينا حقيقة هذا نشاط مميز اللي تم من خلال ضبط 42 قطعة اثارية مختلفة الانواع والاحجاب في المحافظات في بغداد ونينوى ودعالة وبعد مطابقتها مع الخبراء ومع الدوار التخصصية تبين هذه القطعة هي حقيقية وذات قيمة تاريخية وتعود إلى العصور السومرية والبابلية وكما ترون الحدود العراقية وأهميتها والنشاط المميز فيها والتنسيق بين قيازة قوات حرس الحدود ووكالة الاستخبارات في عمليات محاولات التهريب وخاصة أيضا على شريط الحدود العراقي السوري إضافة إلى أيضا التنسيق في جهات أخرى طبعا هناك اهتمام كبير جدا نعم هناك اهتمام من الأول لكن اليوم نركز باعتبار أن عملية تأمين الأمن المستدام يأتي من الخارج إلى الداخل أي من الحدود إلى داخل المدن ولعل أيضا في زيارة الأخيرة لسيد وزير الداخلية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة كان هناك أيضا عملية تنسيق عالية المستوى على مستوى الحدود وتبادل المعلومات وأيضا على مستوى مكافحة المخدرات والأدل الجناية والتسجيل الجناية والمرور وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة قاطع الأنبار وأيضا استمرار جهد الاستخباري وربط مواد متفجرة وأيضا تشاهدون أيضا أحزمة ناسفة كانت معدة للتفجير من ضمن المضبوطات التي استطاع الأبطال الوصول إليها هناك محاولات زعزعة الأمن في محافظة ميسان في مدينة الأعمارة وأيضا أثنين من الذين تم القاءة القبض عليهم الذين كانوا يفتزون العالم ويقومون أيضا بوضع أبوات ناسفة لأجل أخذ مبالغ مالية من مواطنين وبالتالي أيضا تم القاءة القبض عليهم الاستخبارات ومرشوطة الطاقة والنشاط في بغدال ولينا وأوكالكوب في قضايا العجلات المخالفة للتهريب وأيضا المحطات المتنقلة للمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته وهذا بالتأكيد يدخل في صميم عمل الجهد الاستخبار الذي يحافظ على الاقتصاد الوطني هنا حقيقة أيضا وحتى إن شاء الله يتكونون معنا في المعارة في العام 20 السبوع القادم أو بعد سيد وكيل الاستخبارات وشيء الجديد أنه بين ثلاثة وثلاثة عنده مقابلة مع المواطنين نعم لدينا خطوط ساخنة لكن بعض الأحيان قد تكون رغبة للمواطن بعدم تبوح بالمعلومة إلا أمام المسؤول الأعلى فبلشنا بهذا الموضوع وبالفعل وكيل الاستخبارات يعني بالسبوع بالشهر مرتين إلى مقابلة للمواطنين والمقابلة تكون منفردة ويستطيع المواطن أن تتكلم بكل صراحة عن ما لديه سواء من معلومة معلومة عامة أو معلومة شخصية ومشكلة شخصية وهذه أيضا هي إن شاء الله رسالة عبركم للمواطنين في عملية التواصل في المعلومات التي يحس أنه لا يريد أن يتكلم فيها من خلال الهاتف أو الخطوط الساخنة وغيرها فممكن يلتقي بالسيد وكيل الاستخبارات ويعطي المعلومات وهذه كانت ممكن واحدة من النتائج أنه أثناء الزيارة وتم القاء القبض على هذا الشخص من خلال مناشدة أحد الموافنات التي كانت تشكو من عصابة الخطف والابتزاز والصوت والمسلح وأقل من 24 ساعة بعد إعطاء المعلومة تم القبض على أحد المتهبين وفق المادة 1 على 4 إرهاب الخطوط الساخنة والخط 144 وحقيقة هذا الخط يعمل على مدى 24 ساعة هناك اهتمام في هذا الموضوع والسيد الوكيل وأيضا الأخ عمي جاسين على تواصل وإحنا نزلناهم أكثر من مرة وصات لنا اتفاع بنسبة الاتصالات وأيضا الإنجاز 73% طبعا أيضا قلنا نستثمر أن وجودكم معنا بعض الأحيان ليس فقط في الخطوط الساخنة وزارة الداخلية أيضا للوكالة حتى بصورة عام الخط 130 وغيرها وحتى الخط اللي عندنا في الشرطة المجتمعية بعض الأحيان هناك عدم وجود ثقافة للاتصال يعني عند البعض يعني قد تكون اتصالات مزعجة أو قد تكون اتصالات غير مهمة بالبتة نحن نستقبل كل اتصالات ونعتقد أن كل اتصال مهم حتى بعض الأحيان أمور شخصية مشاكل يتم التدخل فيها ولكن في ذات الوقت أيضا نتمنى أن تكون المعلومة هي على قدر مسؤولية وقدر أهمية الاتصال فقط الأخير الإحصائيات ويعني كما ترون طبعا عدد المطلوبين نتكلم عن العشرات من اللي تم القاد قبض عليهم سواء المواد قانون المختلفة أو القضايا الإرهابية الممارسات الأمنية 496 ممارسة طبعا من خلالها تم ضبط أسلحة متنوعة مسدس مندقية طلاقات نارية ومندقية صيد وأسلحة أخرى عشر عجلات تم ضبطها مشتبه بها طبعا نتكلم خلال الشهرين الماضية الشهر الواحد والشهر الثاني هذه الإحصائيات أيضا ضبط وتدمير أوكار ونفق لداعش 90 قتل إرهابي 15 حزاب ناسف 2 تنفيذ واجب وضبط مواد مخدرة مختلفة أنواع 34 واجب يعني أتكلم تحرير مخطوف 5 تنفيذ واجب حماية المنتج المحلي 161 واجب يمكن أيضا تابعته للمدير العامة لجنمة الاقتصادية اللي محاولة إدخال المواد الغير مسموح بها أيضا من الأجندة في وزارة الزراعة أو ما يخص تهريبها فأيضا كان هناك جهد مميز عدنا 19 واجب في موضوع تزييف عملة وشمة عملة الجنبية الدولار الميكي ومباوة الغلاقية أي 119 أيضا إجراءات مواد ستأمنية لمكافحة الغش الصناعي والتجاري وضبط العلامات التجارية المقلدة لمختلف المواد أخوانطان هذه واجبات جدا مهمة للحفاظ على صحة المواطن وأيضا لدعم الاقتصاد ضبط شركات غير مجازة 34 وضبط قطع الأثرية أيضا التهريب البضائع والأسميدة القابلة على المتاجين بالأعضاء البشرية الثمانية اللي تم حالتهم في القانون مكافحة التجار بالبشر اللي شرع بالعام 2012 وطبعا وزارة الداخلية هي على رئاسة هذا القانون لا يشمل فقط التجارة الأعضاء البشرية وأيضا التجار بالبشر كذلك الحال ضبط صواريق مخلفات حربية مهد متفجرة مزور عجلات متاجرة وتهريب النفط مواقع ومحطات متنقلة أيضا هنا العمل بالنسبة لمدينة التكنولوجيا المعلومات الاستخلاص بيانات ومعلومات موبايل فلاش وغيرها من قوام القضائية ميتين أيضا يتم الاستئناس برأي هذه الوكالة في القضايا المهمة لتحال من السادة القضاءات اللي هم يتم عميلة التفريق وهناك أيضا تنسيق مع مدينة الأدلة الجناية والتسجيل الجناي طبعا هذه تعتبر أدلة مادية قاطعة وتساهم بشكل كبير جدا في تدعيم التحقيق سواء الابتدائي أو القضايا جراء من التجازة الإلكتروني و74 جريمة غلق حسابات وهمية عبر الفيسبوك 60 طبعا نغلق الحسابات الوهمية بالتنسيق مع هيئة الإعلام والتصالات وهناك لجنة وهذه الحسابات كثير من عدها أيضا تكون بالنسبة للجماعات الإرهابية التي تحاول تستخدمها ولكن يتم التنسيق بجهد فني أيضا تلقى الكتب رسمية ومعلومات نشاطات إرهابية عشرين يعني أحنا مريد نأخذ من وقتكم أكثر لأن المعلومات كثيرة ولكن هذه أبرز ما لدينا سواء في العملات النوعية أو في مجال الإحصاء والأرقام هذا جزء من ما لدينا وإن كان هناك سؤال من أخواتنا أو أخواننا فنحن حاضن إن شاء الله شكرا طبعا مديرة مكاتب المخدرات لديها قانون خاص وهي مديرة عامة مكاتب المخدرات ومؤثرات العقلية وجزء من عملية اهتماء المزارة والسيد وزير الداخلية كانت سابقا ترتبط فيها الأقسام فنيا يعني قيادات الشرطة كانت فيها أقسام المخدرات ترتبط فنيا وليس إداريا بمديرة مكاتب المخدرات في الفترة الأخيرة ومن خلال إعازة سيد وزير الداخلية أصبح الارتباط فني وإداري يعني اليوم لدينا مديرية عامة مكاتب المخدرات لدينا مديرية مديرية في الكارخ ومديرية في الرصافة ومن ثم أقسام عاملة في جميع الرقع الجغرافية إضافة إلى الأقسام الموجودة في المحافظات وتعمل على اتجاهين اتجاه الأول هو ضبط المخالفين ابتداء من يقوم بعملية المتاجرة والترويج ومن ثم المتعاطين وكذلك الحال بالنسبة لعملية التثقيق والتوعي من مدير المخدرات وهذا أيضا دور اليوم مهم لداءة علاقات على الفيوزات الداخلية وكذلك من أقسامها الشرطة المجتمعية وأنتم أيضا لأن إخواني حقيقة أنه يمكن إذا تلاحظون الفترة الأخيرة شفنا قسم من الجرائم التي تخص العنف الأسري أو الانتحار أو غيرها جزء لا يستهام به من هذه الجرائم كان الدافع الأول هو تعاطى المخدرات يعني يعني اللي تعاطاها بالتأكيد سوف يكون باتجاه يعني شبه غيبوبة عقلية وحسية وبالتالي ينفذ جرائم ويقوم بأفعال بعيدة عن الشرع والقانون باتجاه ويقوم باتجاه ويقوم باتجاه ويقوم باتجاه إلى أن توصدتك صدد تحقيق في موضوع تجيير ساحة القيران وبعض الغروقات الأمينة هل توصدتك إلى نتائف مقنعة للمنطقة وحل هناك تدخلات سياسية من بعض الكتل إلى أن حصل هذا وقف وممكن تتسمي هذه الجهات هذا مجموعة أخرى من أين تسميزون المعلومة للسقوى هل هناك تعاون مع التحالف الغروقي ورغ المواقع التي من الممكن أن تكون للرهابيين يعني ابتداء بالنسبة للنتائج ممكن أعرضناها لما لسحة الطيران وتوصلنا إلى من كان وراء هذا العمل المشيين واللي تم قتله هو والمجم والرهابية المعاه والمعلومة لم تقف إلى هذا الحد بل المستمرين بعض الأحيان هذه سرية المعلومة لا نستطيع ندبوها عنها لكن نستطيع الكلام عنها بعد إنجاز هذا الموضوع الموضوع مستمر ولن يكون هناك أي استكانة أو استهانة في القضاء في التعامل مع المعلومة وفي ذات الوقت سوف نستمر في جهدنا الاستخباري خاصة كما قلت لك أن هناك دعم مباشر من قبل سيد رئيس بزراء إلى جهد الاستخباري أما وجود تدخل سياسي فبتأكيد لا يمكن المعلومة أن نتعامل معها والقانون فوق الجميع وهي ليس مثالية بقدر ما أقول أنه هذا ما نعمل عليه الآن وفي المستقبل بإذنه تعالى أما من أين تأتي المعلومة فمصادر المعلومة متعددة يعني أنتم مصدر للمعلومة الاتصال الخط الساخن أيضا المراقبة والمتابعة تقاطع المعلومات أيضا واجهات المراقبة التي لدينا بعض الأحيان الأمن غير منظور في أماكن ممكن تشاهدون عدم وجود دورية للشرطة أو وجود رجل للشرطة هذا لا يعني أنه ليس هناك أمن وليس هناك جهد استخباري وليس هناك من يقوم بعملية المتابعة إضافة إلى تعاوننا مع كل الدول الصديقة والشقيقة فجهد الاستخباري في مكافحة الإرهاب هو بالتأكيد هو ملك الجميع ملك كل البشرية لذلك نتعامل مع كل دول ذات العلاقة أو الدول الصديقة والشقيقة والتحالف الدولي والجميع في موضوع مكافحة الإرهاب السلام عليكم دكتور العالم ورأس مناطم الجمع دكتور هناك تعويل واعتماد جداً كبير على الجهد الاستخباري لكن المواطن لا يستشعر هذا الموضوع لسبب كثرة السيطرات خاصة في العاصمة بغداد وكذلك التواجد لرجال الأمن في الشوارع هل هناك توجه لتقليل هذه الأشياء الأمنية طبعاً إحنا أبداً مو مع فكرة عسكرة الشارع أو وجود السيطرات ومكن تلاحظ يعني السنتين الأخيرة انخفاض عدد السيطرات واضح وملموس لكن الذاكر رجعت بنا من جديد بسبب حضر التجوال الصحي ورجعت بعض القطوعات لتطبيق حضر التجوال غير ذلك يعني الخطة الحكومية تستمر في عملية تقليل السيطرات يعني التناسب في هذا الاتجاه هو عكسي كلما قلل السيطرات كلما نزيد الجهد الاستخباري وأيضاً تكنولوجيا المعلومات وخاصة في موضوع الكاميرات حملة أطلقتها وزاعة الداخل بالمناسبة أن يومكات الاستخبارات هي مسؤولة عن موضوع الكنترول بالنسبة للكاميرات وفي ذات الوقت أيضاً نعتمد حتى في كل بلدان العالم المتقدمة يبقى ثقافة نصب الكاميرات هي ثقافة للجميع يعني ليس فقط والجهد الحكومي كل مواطن من حق أن ينصب الكاميرا وكذلك نصب المحلات وهذه بحقيقة ساعدتنا بشكل كبير جداً بل أنه الكثير من العصابات الإرهابية وإيضاً الجريمة المنظمة تقوم بعملية الاستطلاع وبالتالي عندما يكون هناك جهد تقني وفني هذا سوف يكون شيء رادع في منع الجريمة أخواني السؤال أخير لذلك نعم ستفق من المنظمة يوم التشار واسع تدتم لحظة الأشخاص في هذه الجريمة والآدية في المنظمة استطلاع طبعاً الجريمة المنظمة أخواني هي أيضاً الجريمة عابرة للحدود يعني العلا في مقدمتها وغسيل الأموال والمخدرات وغيرها ونحن نتعامل اليوم بقوانين يعني الجريمة المنظمة مدية الجريمة المنظمة لليلها ما يقارب 12 قانون تعمل عليه ولكن يبقى فوق الجميع هو قانون عقوبات العراقي هناك قوانين تخصصية ذات علاقة بالعمل مثلاً الغش الصناعي والتزييف وغيرها وهناك قانون عقوبات العراقي جهد مستمر بإذنه وإن شاء الله القادم أفضل يعني رسال التطمين للشارع ومن خلالكم أنه وزارة الداخلية وبقوكالاتها جادة في عملها وإن شاء الله نلتقوا معكم عن قريب بأيضاً مؤتمر صحفي لوكالات أخرى في وزارة الداخلية شكراً جزيلاً شكراً اعتداءات إرهابية وتفجيرات مختلفة استهدفت الأسواق ومراكز الشرطة والتجمعات البشرية في محافظات العراق المختلفة قامت بها زمر الإرهاب في وقت سابق كل هذه الجرائم ظن مرتكبوها أن القوات الأمنية لن تطاردهم لكن دماء الأبرياء لن تذهب دون عقاب مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين لا زالت مستمرة في تعقب زمر الإرهاب إذ اعتقلت مجموعة من المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب المختلفة الإرهابيون ركزوا اعترافاتهم على جرائم الإرهاب التي نفذوها في مختلف المحافظات من خلال عملنا في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين تم إلغاء الغبض على العدد من المطلوبين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وجرت تحقيق معهم واعترفوا بعدة جرائم إرهابية وتم إحالتهم إلى المحاكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل أولا أشتغلت بها صلاح الدين القاطع جزيرة مكشفة منصبك أنصر استخبارات منصر استخبارات قطي العملات التي اشتركت بها معهم مصادرات عندي مصادرات نعم مصادرات بيثمت أو سيارات السيارات واحد عباسي اثنية كم السيارة صادرتها بيكم 2001 وكية 2010 ومرشة مرشة زراعية مي مرشة زراعية وهم مرشة ثانية الشيخ سطان بيها تاريخ انتمية للتنظيم 2015 بيها تنظيم الانتمية للتنظيم تنظيم داعش سيدي قم بصد حجوم سيدي القطاعات الأمنية سيدي على حق العلاس سيدي بيها سنة سيدي نوب عملية على اتجاه مكتب خالد سيدي غاب الله وصلنا وسيدي عملية أخرى مننا على الفتحة صار هجوم تقدمنا القوات الأمنية سيدي وانتهب تقدم لهم ورادل انسحبنا على المرافواتنا ووصفته مصربيج نعم سيدي بعد كم سيدي وصلنا مصربيج سيدي صادر هجوم لهم تقدموا على اتجاه الحراري القوات الأمنية سيدي تهجم يعني تقدموا على اتجاه الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية بيجي نعم سيدي تقدموا عليها سيدي واحنا عاديا نسحبنا سيدي بلل 2020 سيدي قمت بمهام نقل عبوات عجل سيدي من داخل صلاح دي يتراخذ من دي شنو منصبك شنو عملك بتنظيم جندي يعني تنظيف سلاح واني بداي من بلها بالمضافة نعم سيدي واركب انا كيلو طبخ نعم سيدي هجوم الأول عزلايا مقابل قضاء الدور عبرنا بإبلامة زوارق واني ويا وخمسة وواحد من المهاجرين أجانب على من هذا الهجوم على القوات الأمنية مشتركة قوات أمنية مشتركة نهر الرصاصي نعم على القوات الأمنية على القوات الأمنية نعم مختلطة قوات أمنية شرطة اتحادية وجيش حجد الشعبي عملية اللي بعلها شارع الملح جسر البحامد نعم شين هذه عملية هجوم على القوات الأمنية لالفين خمسة عش من قامت القوات الأمنية تحرير الجلام العملات اللي يقومت بيها سيد تفجير دور منتسبين سيد تفجير دور منتسبين سيد تفجير دار من سيدي الضابل شرطة اتحادية ياسر حسن فرحان نعم سيدي ودار ضابل سيدي ماجد حميد حسن ومنتسب وآخر سيدي ضياء ثامر حواس سيدي وسيدي بيت آخر سيدي بصح وسيدي عنده عمية خطف سيدي خطف من سيدي أحمد عبد الله محمد لطيف سيد مالعلى مهم منتسب سيدي هل جهزت السيارة هالك نعم سيدي نعم بيها سين عمية حادث بال2014 بداية 2014 تقريبا المواد اللي خلاتها بيها شون شعر تي انتي سيدي تي انتي نعم العملية الثانية سيارة كية سيدي نعم سيارة حمل جهزتها واخذوها حسب عمية من فجرة المقابيل البواندا العملية بعدها استهدفت مقر حزب على مقر منطقة التجنيد ايجي شيئا ذكار هم سيارة حمل كية هاي المنطقة الفوق يملى البغرير منطقة البغرير نعم هم شادينها وهو طلع بيها شنو المواد اللي بخيخ تباسي عربي هو حسام العبودة اللي نجهز هاي المواد هي المواد التفجير عبارة عن شنو كوناتها كوناتها عن مواد متفجرة ومواد هاي المصنعة الكيميائوية وكبرية ومسويها العملية اللي البعدها مال جاسم وابنه دماء الابرياء لن تمر أبدا دون عقاب المجرمين الذين انساقوا وراء أوامر عصابات الإرهاب وهو أمر لن يحيد عنه أبناء وزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر